عقب أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي والتوتر الذي عاشت الولايات المتحدة قبيل التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة تغى على المشهد الأمريكي حالة من الاستياء والمواقف المناهضة لما جرى كان آخرها الدعوة التي وجهتها السيناتور الجمهورية ليزا موركوفيسكي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الاستقالة فورا وبهذه الدعوة تصبح موركوفيسكي أول عضو جمهوري في مجلس الشيوخ يطالب بتنحية ترامب بعد أعمال الشغبي في مقر الكابيتول موركوفيسكي والمعروفة بمواقفها المعتدلة أضافت بأنها تود مغادرة ترامب للسلطة لما سببه من أضرار مؤكدة أنه لم يركز جهوده في الأسابيع الأخيرة على تطورات أزمة فيروس كورونا كما نوهت السيناتور الجمهورية لإمكانية مغادرتها للحزب الجمهوري في مؤشر واضح إلى حالة الاستياء بين مؤيدي الحزب الجمهوري تجاه ترامب وكان النائب الجمهوري آدم كيسينجر ادعى الخميسي لعزل الرئيس مستندا إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي الذي يتيح إعلان العجز عن أداء مهامه في حين أكد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بن ساس الجمعة أنه سينظر في التهم الموجهة إلى ترامب في حال أطلق مجلس النواب إجراءة العزل وحرض ترامب الألاف من أنصاره الأربع الماضي للتظاهر ضد التصديق على هزمته أمام الديمقراطي جو بايدن واختحم العشرات من المحتجين مبنى الكابيتول الأمر الذي أسفر عن مقتل شرطيه وأربعة آخرين ترجمة نانسي قنقر